ناقش اللواء دروس الزبيدي نايب رئيس مجلس القيادة الرياسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر الاتصال المريم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا برئيسة غابرييل مونيرا رئيس البعثة تطورات الأوضاع الإنسانية في بلادنا وخلال اللقاء الذي شارك فيه سفراء 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وضع اللواء الزبيدي السفراء الأوروبيين أمام تطورات الأوضاع الإنسانية في بلادنا بظل الانهيار الاقتصاد الذي تعيشه البلاد وتدعيات على المواطنين في العاصمة عدنة والمحافظات المحررة وأكد الزبيدي ضرورة تدخل المجتمعين الغلمي والدولي بشكل عام ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص لتعزيز الدعم الإنسان المقدم لبلادنا ترجمة نانسي قنقر